الراجل لو فضلت جدع معاه طول الوقت هيتعود على ده خطورة الأشخاص الغلط في حياتنا واللي مسيطرين عليها كتير قوي من أصعب الشخصيات اللي ممكن تتعاملي معاها هو الراجل اللي بيعتمد على جدعنتك واللي بيفصل ويرمي عنيك كل المسؤوليات تعالوا نسمع التحليل ده نتفرج مع بعض على الفيديو ونرجع تاني أقول لكم رأي الراجل لو فضلت جدع معاه طول الوقت هيتعود على ده مشكلة أن البنات جدعين وهو من المفروض يبقى جدع في العلاقة البنت أو الولد الجدعانة عبارة عن قوامة أنا بشوفها قوامة عندي مين؟ عندي الراجل مين يشيل مين أكتر؟ مين الطبيعي اللي عنده قدرة التحمل والإحتواء أكتر؟ أنا مش الست ولا الاتنين هو اللي بيقولك أنا بين إيديكي طلبة مني إيه؟ محتاجة مني إيه؟ يعني أنا مش مفروضة بقى جدع مع جوزي؟ مش طول الوقت الراجل لو بيتي معاه جدع طول الوقت هيتعود على ده وأنا بنصح كل البنات استندلوا يا جماعة لازم تكون شايفة جوزك أعلى منك أقوى منك قادر عنك فاهم عنك على فكرة لو خدتي فاهم هتكون أجمل بكتير لأن أنا ممكن أبقى إنسان قادر وأقدر زعالك وأقدر أجع عليكي وأقدر أزلمك وأقدر أهينك وأقدر مروحش صلحك وأقدر أطلقك لأن أنا قادر أعجبني قوي كلام محمد الدسوقي لما قال إن الراجل لو فضلت جدع معاه بمعنى شايلة كل حاجة طول الوقت هيتعود على كده ولما هيتعود على كده هيفصل تماماً لو هو عنده استعداد هيبطل يشيل أي مسؤوليات وهيشيلها لك أنت الوحيد ما بالك بقى لو طبيعته إنه عنده استعداد يسيبك تشيل الراجل قادر وفاهم فيه الراجل اللي قادر وفيه الراجل اللي فاهم اختاري الراجل اللي فاهم لأنه هيفهمك هيفهم طبيعتك هيفهم دوره وهو الاحتواء وإنه يخلي باله وإنه يكون مسؤول وإنه ما يفصلش من مسؤولياته وإنه ما يعتمدش على جدعانتك وإنه ما يرميش عنه أما الراجل اللي قادر هو اللي قادر يزعالك هو اللي قادر يخصمك هو اللي قادر ييجي عنيكي هو اللي قادر يستخدم جدعانتك بس من غير ما يستثمر في أي مجهود هو اللي قادر يطلقك اختاروا يا جماعة السند اختاروا الراجل اللي يفهم ويقدر واللي يتحط في اختبارات وينجح علشان هو طريق مش سهل ما نخشش فيه ويقطع اختيار غلط اختاروا الحد اللي يحتوي اللي يشيل اللي يساعد اللي يسند اللي فاهم اللي يقدر أمتك